ونبقى في علاقات المغرب مع أوروبا حيث تم مؤخراً إطلاق جريدة أندلس بريس على الأنترنت باللغة العربية ما خلف ارتياحاً كبيراً لدى الجالية العربية والإسلامية بالجارة الإسبانية التي يفوق عدد أفرادها مليون شخص حول هذا المشروع الهام الذي يقف وراءه الزميل حسن إدى نتابع روبرتاج من اللحيائي أخيراً أسبح للعرب المقيمين بإسبانيا جريدة إلكترونية بنقرة واحدة تقدم أندلس بريس جميع الأخبار التي تهم الجالية العربية والمسلمة من سياسة وثقافة اقتصاد ورياضة ارتأيت أن أصدر هذه الجريدة جدية أندلس بريس لتكون صوت الجالية العربية هنا في إسبانيا ليس فقط للجالية التي تعيش في إسبانيا وإنما كجسر للتواصل بين إسبانيا وبين العالمين العربي والإسلامي اعتماد الجريدة على اللغة العربية مئة بالمئة جعلها تستقبل قراءة أو فياء فأكثر من مليون شخص يتكلم اللغة العربية بإسبانيا أغلبهم مغاربة لا تكون عندنا الجريدة مغربيا نبقى قراءة نحن محتاجين نعرف البلدين نشن فيها نعرف البلد اللي قيمين فيها شنا والفراغ في مجال الإعلام للتواصل والتعاطي مع قضايا عرب قضايا المهاجرين والقضايا المسلمين كان فراغا في الحقيقة لا شك أن هذه المبادرة ستعمل على ملئه الاهتمام بقضايا الجالية العربية والمسلمة المقيمة بإسبانيا مطلب رفعت دائما عدة جمعيات مغاربية لتأتي أندلس بريس ليس فقط لتحقيقه وإنما لخلق فضاء حواري تواصل سيعزز قريبا بصدور الجريدة على الورق